السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم إن شاء الله النهاردة هنكمل مع بعض الجزء الثاني من الدرس الأول الترم الثاني عشرين تلاتة وعشرين أهمية الماء للحياة على الأرض أهمية الماء للحياة على الأرض فكر هل يمكن للكينات الحية أن تبقى على قيد الحياة بدون الماء نعم أم لا طبعا لا المياه تغطي حوالي واحد وسبعين في المية من مساحة الأرض يعني حوالي كام تلاتة اربع مساحة الأرض وده بيخلي كوكب الأرض يشبه كرة زركاء عند النظر إليه من الفضاء تاني المياه ديه واحد وسبعين في المية من مساحة الأرض طب اللون بتاعها بيبدو باللون الأزرق عند النظر إليه من الفضاء أفهم من كده إيه؟ إن اليابسة تشكل قد اليابسة 29% يبقى الماء 71% واليابس كام 29% أكبر يشغل الماء حوالي نقط من مساحة الأرض كام براف 71% اتنين أكتب مستهل علمي يشغل حوالي 71% من مساحة الأرض براف الماء يختار الإجابة الصحيحة المسطحات المائية تبدو باللون الأخضر أم الأزرق؟ صح اللون الأزرق مصادر الماء تعال نشوف الماء بيجينا منين؟ إيه مصادره؟ مصادر الماء عديدة منها الأنهار والبحار والمحيطات والبحيرات والمياه الجوفية يبقى مقولك أكمل مصادر الماء عديدة منها نقط ونقط ونقط الأنهار والبحار والمحيطات والبحيرات والمياه الجوفية نحن أخذنا في الترمي الأول أن الماء يتواجد في حالات المادة السلاسة صلبة وسائلة وغازية ويمكن تحويل الماء من حالة إلى أخر يعني من صلبة وسائلة من سائلة الغازية والعكس صحيح السؤال هنا ليه النسبة كلية للماء لا تتغير؟ بالرغم أن فيه حدوث تغير في الحالة فزيئة له ليه النسبة كلية للماء لا تغير ليه؟ لأنه بيتم إعادة تدوير المياه لأنه إيه؟ بيتم إعادة تدوير المياه لأنه عند تحوله من حالة إلى حالة أخرى لا تتغير الكمية يبدو أن يتحول من صلب لسائل أو من سائل لغاز أو من غاز لسائل أو من سائل لسلب الكمية زي ما هي لا تتغيرش الكمية الإجمالية زي ما هي طيب لكن لا يمكن توفير مياه جديدة لا يمكن إيه؟ توفير مياه جديدة طيب تعالنا نشوف مثال الماء طبعا الماء ده حالة سائلة يتحول إلى جليد يعني حالة صلبة يتحول بالتبريد وذي بنسمع مية تجمد الكمية هنا لا تتغير يبني اللي يحصل تغير في الكمية لما يتحول الماء من حالة سائلة إلى حالة صلبة كمان الماء السائل يتحول إلى بخار ماء يعني حالة جازية بالتسخين وذي بنسمع مية التبخر أيضا هنا الكمية لا تتغير طب تعالوا نشوف بقى ايه أهمية الماء يستخدم الإنسان والحيوان الماء للشرب يبقى الإنسان والحيوان بيستخدم الماء لإيه للشرب طب ليه لكي تعيش وتبقى على قيد الحياة لكي تعيش وتبقى على قيد الحياة لأن الماء بيسهل عمالية الهضم وبيدخل في تركيب الدم وليونة المفاصل وصورة إيه حركتها اتنين بيستخدم الإنسان الماء في إعداد الطعام يستخدم في إيه في أهداد الطعام للنمو والبقاء على قيد الحياة ثلاث يستخدم الإنسان والحيوانات الماء للاستحمام ليه؟ للاستحمام لحفاظ على صحة الجسم أربعة يستخدم الماء في ري النباتات استخدم في ري النباتات للكيام بعملت البناء الضوء والنمو والبقاء على قيد الحياة خمس الماء الموجود في الدم ينقل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى خلايا الكائنات الحي وكمان بيحمل السموم من الأعضاء تب ليه؟ البقاء بصحة جيدة والبقاء على قيد الحياة ست بيعمل على تنظيم درجة حرارة أجسام الكائنات الحي بينظم درجة حرارة الأجسام كائنات مين؟ الحي البقاء بصحة جيدة يبقى الماء يستخدم فيه الشرب إعداد الطعام الاستحمام ري النباتات تنظيم حرارة الجسم ناكل الأكسجين والعناصر الغذائية أموالك أكمل يستخدم الماء فيه نقط ونقط ونقط في إيه؟ في الشرب إعداد الطعام الاستحمام ري النباتات تنظيم حرارة الجسم اتنين يعمل الماء على تنظيم نقط أجسام كائنات الحية تنظيم مين؟ درجة حرارة أجسام كائنات الحية تلات ينقل الماء الموجود في الدم نقط ونقط إلى خلايا كائنات الحية صح؟ بينقل الأكسجين والعناصر الغذائية ويحمل نقط من الأعضاء ويحمل إيه؟ السموم من الأعضاء أيضا الماء يستخدم فيه التنظيف وكمان الأنشطة الترفيهية والشحن والصفر وكمان بيدخل فيه التصنيع يدخل في إيه؟ في الصناعات المختلفة طيب سنسوال صفحة 13 كتاب الأضواء تخير الإجابة الصحيحة مما بين الكوسين واحد ينقل الماء الموجود في الدم نقط إلى خلايا كائنات الحية الأكسجين العناصر الغذائية الاثنين معا صح؟ الاثنين معا اتنين يعمل الماء على نقط درجة حرارة الجسم الإنسان ارتفاع انخفاض تنظيم صح؟ تنظيم تلاتة يشغل الماء حوالي نقطة في المية من مساحة الأرض عشرة تلاتين واحدة سبعين في المية صح؟ واحدة سبعين في المية أربعة ما الذي تعرفه عن التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي ما الذي تعرفه عن التفاعلات بين الغلاف الحيوي والغلاف المائي فكر يعتبر الماء من المصادر المتجددة ام غير المتجددة صح المصادر المتجددة ونعرف السبب ايه الوقت اتنين تحمل انهار ماء مالحا ام عزبا صح ماء عزبا فتعاني تشوف انواع مستحاط المائية ركام واحد البحيرة والبحيرة عبارة عن ايه مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهايات معظم مياه البحيرات عزبا والبعض بيكون ايه مياهها مالحا اكتو مستهل علم مسطح مائي محاط باليابسة من جميع الجهايات يبنسميه ايه البحيرة اتنين النهر النهر عبارة عن الماء الذي يتدفق من منطقة عالية الارتفاع الى منطقة منخفض الارتفاع يبنقولك اكتو مستهل علم الماء الذي يتدفق من منطقة عالية الى منطقة منخفض الارتفاع صح النهر ثلاثة جريان سطحي ودبر عن مياه الامطار او الثلوج التي تنتقل الى الانهار او الارض اكتو مستهل علم مياه الامطار او الثلوج التي تنتقل الى الانهار او الارض صح جريان سطحي اربعة المحيط او البحر المحيط او البحر ودبر عن ايه مسطح مائي هائل من الماء المالح اكتو مستهل علمي مسطح مائي هائل من الماء المالح صح المحيط او البحر طب ايهما اكبر المحيط او النهر طبعا مين المحيط خمسة المصاب والمصاب ده عبارة عن نهاية نهر نهاية ايه نهر يلتقي بالبحر او المحيط اكتو مستهل علمي نهاية نهر يلتقي بالبحر او المحيط صح يبقى المصاب ستة المياه الجوفي المياه التي تقع تحت سطح الارض وتم تسربها الى الارض من خلال طبقة السخور المسامي يبقى مقولك اكتو مستهل علمي المياه التي تقع تحت سطح الارض براف المياه الجوفي اخر شيء دورة الماء الماء يعتبر من الموارد المتجددة طب ليه؟ لانه يمكن اعادة تدوير الماء ليه؟ لانه يمكن اعادة تدوير الماء على الرغم من الاستخدامات المتكررة له في حياتنا لكن من المصادر المتجددة لكن ايه؟ هم مصادر متجددة الشكل التالي يوضح دورة الماء في الطبيعة يوضح ايه؟ دورة الماء في الطبيعة الذي يجعل نسبة الماء سابتة على الارض رقم واحد اشعة الشمس تم على تبخر الماء الموجود في المصطحات المائية بحارة الشمس تم على ايه؟ تبخر الماء اتنين يتجمع بخار الماء في الهواء ويكون صح يكون السحب تلاتة بيسقط الماء على هيئة امتار تلاتة ايه؟ يسقط الماء على هيئة امتار النباتات تعتبر من الموارد المتجددة كمان النباتات ايه؟ تعتبر من الموارد المتجددة تب ليه؟ لانها يمكن زراعة بزرها لتنمو مكونة نباتات ايه؟ جديدة سين سؤال صفحة خمسة عشر ضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد يعتبر الماء من الموارد غير المتجددة عبارة خطأ موارد ايه؟ متجددة اتنين تشغل الانهار مساحات اكبر من البحار والمحيطات على الارض عبارة خطأ العكس صحيح تلاتة لا يمكن ان يتحول الماء من حالة فيزيائية الى حالة اخرى عبارة خطأ يمكن تحويله من صلب السائل من سائل لغاز من غاز لسائل من سائل لصلب اشتركوا في القناة